31 دقيقة اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المشاهدة على نس ملايف سعداء جدا باستقبال سيزياد الأخضر النائب والأمين العام لحزب الوطنين ديمقراطين المواحد مرحبا بيك نورتنا بحضورك بعض التقرير نبدأ ونقاش تفضل جدل تابعوا في المواقف من الأحزاب السياسية من المستجدات اللي تشهدتون في الفترة الأخيرة حزب الوطنين ديمقراطين المواحد كان واحد من الأحزاب هذي اللي عبر في كل مرة على ما يوقفوا منها أزمة النسيج والقرارات اللي أعلن لها مؤخرا وزير الصناعة وتجارة زياد العذاري كان واحد من المواضيع اللي علق عليها الحزب من خلال بيان أكد فيه أن الإجراءات هذه ليست إلا ترحيلا للأزمة نحو قطاعات أخرى وأساسا البنوك والسندق الاجتماعية وميزانية الدولة كما أنها تحرم العاملين في القطاع هذا من حقهم المشروع في الزيادة في الأجور والحد من تدهور قدرتهم الشرائية كما أضاف البيان أن السبب الرئيسي لأزمة قطاعي النسيج والملابس والأحذية يعود إلى المنافسة غير المتكفأة نتيجة لإغراق السوق بالبضاءة الأجنبية وهو ما يطلب فوريا إجراءات حماية ومقاومة لكل أشكال التوريد العشوائي كما عبر الحزب أيضا على موقفه من الحرب على الفساد اللي كان أعلن عليها رئيس الحكومة يوسف الشهد مؤخرا واللي اعتبروا أنها جاءت متأخرة ورغم أنها شكلت خطوة إيجابية من منظور أهمية قضية مكافحة الفساد اللي بتشكل خطر كبير على الدولة فأنه لا يمكن أنها ترقى إلى مستوى الجدية المطلوبة إلا بشروط الشروط اللي كان منها الاستيناد إلى إرادة سياسية صادقة ومصرة على القطع مع الفساد صلبا مشهد الحزبي والإعلامي والبرلماني التحركة الاحتجاجية كانت أيضا محل اهتمام الحزب اللي عبر على موقفه من خلال بيان في الغرض حمل فيه الاعتلاف الحاكم مسؤولية تأزم الأوضاع ملفات يدرسها في كل مرة الحزب عبر على مواقفه بين الرفض والتأييد في ذلك المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية موقف الوطد سيزياد الأخضر نأبي مجلس نواب الشعب والأمين العام الوطد المواحد مرحبا بك من جديد لنبدأ معك بالانتخابات البلدية اليوم انطلقت تسجيل في الانتخابات البلدية انتما كحزب وكجبهة كيف يكون تواجدكم في كل دواب باش ندخلوا وحدكم باش ندخلوا فيما تحالفات سياسية خلينا باش نحبوا مدى استعداداتكم لهذه الانتخابات وبعض نمشيوا إلى الموضع الأخر نحن في حقيقة الأمر انطلقت استعداداتنا واحنا بطبيعة الحال ثم عملية تهيئة المناضلين انطلقت ولذلك يعقد حزب الوطني الديمقراطي المواحد سلسلة من اللقاءات الجهوية في رابطاته بمناضله لاخره لتفسير مواقفنا السياسية وتصوراتنا للمرحلة القادمة وحث المناضلين وتصليب عودهم من أجل أنه يمشيوا باش يساهموا في الانتخابات البلدية القادمة علما وأنه حزبنا حزب الوطني الديمقراطي المواحد اللي هو حزب من الأحزاب التي أسست من موقع متقدم الجبهة الشعبية ما زلنا ننشط داخل الجبهة الشعبية ونعتبر أنه جبهة الشعبية هي إطارنا السياسي باش ننخوض به جملة المعارك القادمة بما فيها الانتخابات البلدية هذا لا يمنع من أنه احنا عنا منذ مدة طويلة قلنا على الجبهة الشعبية أنها تنفتح على الطاقات في الجهات وعلى المناضلين وعلى الكفاءات وعلى الناس الصدقين اللي عندهم ارتباط بجهاتهم نحبوهم يكونوا معنا ونتشرفوا بأنهم يكونوا معنا من أجل أن نخوض الانتخابات البلدية وهذا أنا أعتقد اللي وفي داعهم مستقلين يعني سيزياد مستقلين بطبيعة الحال مستقلين وتنجب تكون حتى جمعيات ومنظمات يعني هذا ينفي أي فرضية تحالف مع أحزاب السياسية أخرى حتى من خارج الجبهة من خارج الجبهة حتى القريبة يعني أنا لا أنفي أي شيء ما أنفيه ومن نجم نأكده اليوم أننا لن نتحالف مع الأحزاب التي تحكم اليوم هذي مسألة واضحة تم حزاب أخرى نجمو أن الحديث ينجمي يجيب انتفاقات وأين يكون الأمر؟ نحن باش نكونوا أوفية للي كنا ديما نقولوا فيه قلنا رانا لن نتحالف إلا على قعدة تصورات ومواقف ومهمات محددة نحن عنا تصورات من الوضع هذي وقعدين نبلوروا فيه معناها بشكل نهائي اللي بش يوقف معنا ويقربنا ونقربوله واللي بعيد علينا ومن يجيبش يكون معنا وأحنا هننشوف فيهم والفرز يحصل طويلة سنوات هذو ما لن يكونوا معنا ومن يجيبش يكونوا معاهم تريش أنه زادا محتر الوقت معناتها تاورا ومعادش بكري معناتها حتى بلغة سياسة لأنه الوقت قاعد يجري تاورا تاورا انطلقت فعليا معناتها التسجيل في الغد لا تسجيل شيء ونحن بالمناسبة ندعو التوانسة بش يسجلوا للانتخابات القادمة لأنه احنا نعاين جزء كبير من التسجيل اللي فيه حملة داخل البلاد الاخرهين ثم معناها ثم شوية احباط ثم شوية معناها عزوف على الذهاب للمحاطات القادمة نظرا اللي يحصلوا والخيبات اللي شافوها التوانسة من الأداءات الحكومات المتعاقبة هذه دونك احنا نطلب من التوانسة أنه ما يقسوش وأنه يشاركوا من أجل تغيير هذا المشهد اللي هم يشوفوا فيه ما استجابش لطموحاته لأنه ما عناش طريقة أخرى في اللحظة الراهنة وفي المدى المنظور للتغيير بشكل آخر خليفة بن سلم سيد زياد أنت الوطد نائب مجلسنا بشعب الجبهة أنا خير نحكيه عن الوطد مبدئيا وهذه التجربة اللي تعتبر فريدة في تاريخ اليسار أنت تريد أن تختارش تحب شخص هي طبعا ونصل الوطد المواحد في لمشتات الوطد لأننا نعرفه بالتجربة في اليسار أن الوطد عنده لو كان يتجمع الكل وما خرجه من كوادر ومناظلين وسياسيين يمكن يكون من أكبر الأحزاب في تونس هذا نعرفه على قل كي نتابعه مسيرة هذا الفريق السياسي من السبعينات وغيرها وين وصل المشروع الشهيد بالعيد في لمشتات الوطد لذلك سميه وطد مواحد اليوم تخدموا على هذا أمن غمستهم في معارك وقضايا الجبهة الشعبية ككل هو كان هناك طيار اسمه الطيار الوطني الديمقراطي الذي نشأه في بداية السبعينات تقريبا وعطى في نهاية الأمر مدرسة فكرية وسياسية وعطى كفاءات وإطارات طويلة وعريضة في البلاد غير أن هذا بيحجبش علينا التاريخين ثم ناس غادرت هذا الطيار غادرت حتى الفكرة الأساسية اللي انطلق منها ولذلك ما عاش النجمون نحكيه على تجميعهم في إطار حزب سياسي لأنه حزب سياسي يقوم على مقاومات أساسية يشتركوا فايل كل أضواء غادروا هذه المقاومات الأساسية غادروا اللي يبقاوا محافظين على هذا تقريبا جزء الأهم منهم تجمعوا في هذا الإطار التنظيمي اللي اسمه حزب الوطنيين الديمقراطيين المواحد اللي جاء نتيجة لتوحيد جملة من المكونات الأساسية لهذا الطيار التاريخي أنا مليش بش نكتب بش نقول رأنا جمعنا كل الوطنيين الديمقراطيين لا نحن ما زالت سعي قائم وما زالت جهداتنا قائمة وفي كل المؤتمرات اللي عقدناها كانت تسبقها ديما تشكيل لجنة للحوارات داخل الطيار الديمقراطي من أجل استقطاب أكثر ما يمكن من الكفاءات وأكثر ما يمكن من المناضلين الصادقين لصفوف الحزب هالجهد هذا نحن ما زلنا نرى أنه يجب أن يستمر لكن يستمر على قاعدة نقاش واضح ليس على قاعدة تجميع كمي يجمع معناه ناس مختلفين تماما في الأفكار ولذلك هذا بش ياخذ وقت يعني مزال محافظ الوطد على نسيجه الخاص وما ذابش في الجبهة الشعبية كمشروع ما نذوبه لا ما نذوبه إحنا وكان نجينا الراو ورواحنا تماما في أرضية الجبهة الشعبية ونحلوه الحزب نقوله نعمل جبهة الشعبية وفاوه وانتهت الأمر إحنا ما زلنا الراو اللي الجبهة الشعبية صيغت على قاعدة مشتركات مع قوى سياسية أخرى لا تتقاسم معنا نفس الأفكار ونفس البرنامج الاستراتيجي لا لأ من نتقاسمه اللي اتفقنا فيه في الأرضية السياسية بتاعنا ولذلك نعمل في هذا الإطار التحالف وممكن الميزة المتعجبة الشعبية أنها معناها حسب التعبير الإنجليزي عبارة على الملتينج بوت يعني تلقى تلقى حزب العمال تلقى الوطد تلقى طيار من الطيار القومي تلقى حسيات لكن ضمن نفس الحاضنة تقريبا الفكرية بتنوعاتها رحو الجبهة الشعبية كانت تضم في داخلها لمدياس اللي صار مدي خسخوسي واللي غادرنا معناها واحنا نأسف لذلك سجل العزونا معنا هذا الكل ويزمون شايف هذي الموزعيك بتاع الجبهة الشعبية لناس واللي ترحى سيزيات ديما في علاقة بالانتخابات البلدية بتعتقادنا لأنه اترسخ أهم مبادة دستور التونس اللي هو منظومة الحكم المحلي لأنه واضح أنتما أكلمكم تقول معناها الرؤية ستتحدث يعني وفق المسار ساعة الانتخابات لأن السوال الحقيقي الجبهة بشبقة براتيكمو وحدة وكان بشتراهن بشتراهن على المساقلين فقط لأنه لا منظومة الحكم السابقة يعني في فترة رويكا والحزاب الشركة تفعل منطقين مش تحرفوا معها لا في منظومة الحكم الحالية نجمو تقتربوا منهم وحتى نوعا ما في المشهر السياسي اليوم كنشوفوا الأحداثية تمتاع ونرقاوا حركة مشروع تونس أو حزب البديل ليما دي جمعة أو ما يربي جبات لانقاذ لغير ذلك لا أعتقد من الحصيات السياسية كيف كيف يعني العبادة خرجت من سي بيار أو شكلت أحزاب أخرى كما طيال الديمقراطي لغير ذلك أو حركة تونس لا أعتقد أن جبهة الشعبية قد تلتقي مع هؤلاء دونكريان الحقيقي متلاق ومشيكون على مستوى المستقلين هذا أقرب للحقيقة هذا أقرب للحقيقة لكن احنا بتعرف تونس قد شفها من حزب ولا لا أكثر من مئتي الحزب نظريين 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 يعني مثلا نتو أنت كتاخذ جبهات وتشوف أسماء الأحزاب ما هي من جزء من المتين واش من الأحزاب دونك أنت تسمي جبهة لكن هي في حقيقة الأمر مش هذيك هي عنوين عنوين ولذلك أحنا الأسلم أنه في جهاتنا وأحنا نحب مناظلين الجبهة الشعبية وتنسيقياتها الجهوية وفروحها المحلية وبدأت تخدم تخدم على استقطاب وجوه قادرة أنها تتفاعل مع التوانس وقدرة أن التوانسة يوثقوا فيه وقدرة أنهم يعطيوها أصواتها وقدرة أن يتقدم الإضافة الحقيقية لأنه إحنا مش المطلوب أنه نطلع في مجلس بلدي المطلوب أنه نبين ونبرهن قدرتنا على الإيفاء بالحوائج اللي يحبوها التوانسة وخدمة التوانسة ونوريه صورة أخرى للعمل البلدي ممكنة من وجهة نظر الجبهة الشعبية وحولفات سيفويد بوسلمة القيادة في حركة نيدا تونس يقول له أحنا حاضرين للانتخابات البلدية وماشيين بش نربحوا للانتخابات البلدية تقريبا يكتسحوا تقريبا بين 60% و70% معناتها وكأنه معناتها معناتها تعليقكم مثلا على مثلها الكلام هذا أنتم حاضرين وإلا لا قالوا أنه هم مثلا كحزب سياسي حاضرين ماشيين وماضين في أنه بش يكتسحوا الساحة في الانتخابات البلدية بنسبة 60% إلى 70% المدير التنفيذي بتاع الحزب موافق على الكلام هذا هو معناتها قياد ومسؤول على دائرة العلامة والاتصال وما يتكلمش خارج مغير ما يتفقهم وقتها معنا سألنا عاودنا لأسويلت أكثر ببع مرات معناتها حسنايا بكل ثقة بكل ثقة موافقة معنا حتى حصلنا الزرقوني ما مصابقش يعطي نتيج كما كي هو أنا مع احترامي ليه منعرفوش سابقا في قيادة نيداتونس وذكرتوه أنتو متو ولذلك الكلام هذي نحن توا أنهز 70% وتهز 60% أسيدي تعرش كيفاش هزها 100% بوضعي كالحالي كحزب تقود في البلاد وصلتنا للوضع هذايا بالبهازل نشوفه فيها في البرلمان وفي الأداء الحكومي وفي علاقة الحزب بتاعكم بحكومته لا نعتقد أنه التوانسة ينجموا يثقوا فيكم ويعطيكم أصواتهم في اللحظة الرحلة ولذلك هتندعو الناس إلى شوية تواضع وإحنا توكي نحلوا باب 60% و70% أنا أليمت أظهما وثم الحديث برشة على الوضع الإقليمي والعرك وبدأت ترشح هذه المعطيات التي كنا نقولها نواجه بالمراتب السخرية ومراتب الغضب الشديد ومراتب التحقير ومراتب كل شيء قلنا رأي ثم أحزاب سياسية تلقى تمويل خارجي من الأطراف المتصارعة اليوم هل ثم نسخذت مليارة ملايين الدولارات هتنحلوا الحساب على هذية لأنه احنا نعتقد أنه سير لانتخابات مقبلة بالشروط اللي تمت فيها في السابق سواء في 2011 ولا في 2014 ما نجمي زيد إلا تعكير الأوضاع السياسية في تونس ويهدد أمل البلاد ويهدد استقرارها إما باش نحسن أمورنا ونستفيد من دروس الماضي ونقدموا القداء اللي عملناه سابقا ننقدوه نتجاوزه وباب التمويل للأحزاب والتمويل للحملات الانتخابية هذا يجب أن يفتح أحنا دائرة المحاسبات قالت رأيو ثم شكون تلقى تمويل خارجي عبر جمعية في الانتخابات الرئاسية التو لا يتسمى ولا يتوجه له تهمة ولا يتوجه له حد شيء وهذا يطرح ألف سؤال ولذلك احنا الانتخابات البلدية القادمة وهي على مربع حجار نحب ونحصنوها ضد التخريب اللي نجم يمسها ويمس مصدقية الانتخابات ويخرب وعد الناس ويستدر عطفهم باللعب على موجه تقدمتش مشروع في مجلسنا بالشعب؟ لا متقدمناش بمشروع فما احنا نحب هاني ننبه هنا من تو هذية ما يلزمش يتم كيما تم في السابق وثمه ممارسات لكل الناس كل تعرفها القاسي والدين يعرفها تمت في انتخابات السابقة يلزم نحصنوها الجاية باش ما نمشيوش في ممارسات من نوع هذية ووقتها توتوان سيقولوا هل ندى تونس وحلفاءه اليوم ينجموا يجيبوا 70% من الانتخابات ولم ينجموا شي جاية نمشيو إلا ملف النسيج والجلود والأحد اللي انتوما أصدرتوا بيان فما ممكن إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة في هذا الصدد معناتها واللي تعدبروها انتوما غير مجدية وكان حاضر باحدنا لوني معناتها سي نايفر معناتها اللي هو وحكي وقال انه هتعطينا اخذينا هذية طيب ولكن نجيوهم بعد انتوما عليش نظرة سلبية نوع عمال الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة هذية يتقال في الكواليس طرف السياسي الوحيد لأنه احنا عنا معناها عضو مكتب سياسي اللي هو الأستاذ مصطفى جويلي يشرف على الدراسات في الحزب وهو يتابع هذا الشأن وهو اختصاصه وعنده جملة من الرفاق ليختموا معاه ويتابع هذا الوضع واحنا معنيين باشي الحزب يهبط مواقفه من جملة الإجراءات والقرارات اللي تتخذها الحكومة وأنا نذكر اللي أعطينا موقف من تدهور الدينار أعطينا موقف من وضعية البنك المركزي إلى آخرية ثم جملة من الإجراءات كنا عنا فيها موقف ونحن نتابع ملف النسيج وتبعنا باهتمام إنسلاه قطاع النسيج من منظمة العراف وهذه مشكلة هذا ماذا تؤشر تؤشر إلى أنه اللي تقوله نقوله فيها سواء في الحزب الوطنية الديمقراطين ولا في الجاب الشعبي نقوله وراه ثم فئات واسعة من شعب تونس متأذية من السياسات اللي مزال تتمارس من وقت بن علي اليوم النسي هذا هذه يراه ما عادش النجم الناس تصبر عليه راه ما عادش هك المهمش ولي ما يخدمش والخدام والفلاح الفقير لا 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 أصحاب المؤسسات الوطنية اليوم متأذية يعني قطاع الجلود والأحذية والنسيج هذية متأذية مناش متأذية من الاتفاقيات القديمة من وقت بن علي قطاع النسيج صرح ألاف العمال وتسكرت ألاف المؤسسات على خاطر الاتفاقيات اللي تعملت وهي مشحفة في حق هذا القطاع اليوم القطاع هذية يلقى روحه اللي ما عادش عنده وين يمشي الناس بيش تفلس بش تسكر مؤسسات أول إجراء وهنا نرجع عليش احنا نقول لا ولا إيه يعني أنا وقت لنشخص الديه علاش القطاع ذي اليوم تاعت معناها أصل للهشاشة ذي لأنه أنا حليت عليه باب منافسة غير شريفة وغير متوازنة وغير عادلة ندخله في بضايع معناها بشكل فوضوي وعشوائي وعلى بعض من جهات المتعدة من الصين ومن تركيا ومن إلى خريه وبأسوام غير قدرين نحن معناها الصناعيين متاعنا ينفسوها الأسوام هذه لأن هي تدخل في نهاية المطاف في اقتصاد معناها متاع التهريب إلى خريه دوك في الأخر أول إجران يتم شنو هو هو حماية هذا القطاع واتخاذ إجراءات تسمح بها القوانين أو تخذ إجراءات تقريبا لم يتخذ إجراءات تقديمهم أو باش تتعلم الحكومة خليفة لم تتخذ إجراءات حماية أحنا اليوم معناها نحب نحل مشاكل هذا القطاع على كاهل الأجراء وعلى كاهل الشغيلة التدفع في الضريب وأصحاب الموسطة ليدفعوا في الضريب متاح في حي الأنما مش هذي الحل أحنا اليوم سواء الصناديق الاجتماعية ووضعيتها معلومة يعني مش نشوفه المعادلات الخاطئة هذي نحب نحل مشكلته على حساب الصناديق والوظيفة العمومية اللي قالوا لي نقص في الضغط العدد بتاع الموظفين نحب نعمل تسريح اختياري والصناديق تهز هي والصندوق هذين بعد شكوم بش يهزو هو في الأخر بش يهزوها الناس ما تدفعش الضرائب بش يهزوها الناس تدفع الضرائب واللي تدفع في الكوتيزاسيون تاحها لهذه الصناديق هذه المعادلات الخاطئ اللي احنا منحبوهاش وهذه الأولويات التي نختلف إذا قدمتوا مقترحات بخصوص أزمة النسيج والأحذية أحنا أول إجراء يجب اتخاذه هو اتخاذ إجراءات حماية والحد من هذا التوريد العشوائي لبلادنا لمنتجات أصلا هي مضرب الصح جوة الحال مداما جبت على الصناديق الاجتماعية اليوم سيزياد الأخضر رؤيتكم معناتها لتجاوز هذه الأزمة وأزمة الصناديق يقول لك لابد من التسريح على قل في التقديرات امتاعهم يقولوا في حدود 150 ألف موظف التسريح صح نقبل التسريح يعني هل ثم انتشار عنده جدوى وعنده معنى وعنده معقولية في قطاع الوظيفة العمومية وللأت نشوف أحنا نتبجي لدارة القهف تبجي لدار أخر تلقفى 20 و30 بسوطة زيادة هنا مستوى دعلا هات نشوفه هذا الساحة هات نشوفه كاش نوزعه هال هال الفيال الخبرات بتابعة الحال تزيز هالخبرات تي الخبرات ومش الخبرات تي تمام مسلش هات خنتون نشوف معناه نعملو مخاطط بش نعرفو نستغلو على أحسن وجه هالرصيد البشري الموجود اثنين يعني إذا كان اليوم شو المطروح هو المطروح أنه ثم تعليم من تعليمات صندوق النقد دولي قالوا الضغط على المالية العمومية تاع أجرة المواظفين العمومين كبيرة صندوق النقد دولي موش ينطق بالوحي هو هذا رأيه ونحن نجم نقوله عنه رأي مخالف مش مشكلة أما هات نتفقوا فيه هات شوفه هات شوفه نعطي الفلوس لا صندوق النقد الدولي سننفقوا في تسريح صندوق النقد الدولي قبل ما يقرض حتى قبل ما يقرض ونحن ما نعرفوه صندوق النقد الدولي معناها ما عنده تاريخ نجاش من الهواء وليس مؤسسة خيرية تخدم في الشعوب لا هذا مؤسس في خدمة النظام الرأسمالي في الدنيا يحافظه على مصاله وعلى توجهاته وعلى كيفش يدار اقتصاد العالم ويفرض بشكل نعم توجهاته والفرض هاني أنا ما نعطيه كل ما تعمل هك هذه المسألة الاصلاحات خلينا في الاصلاحات لا ماجهش لحظة بارك باختصار هاني مش نكمل معناها إذا كان صندوق النقد الدولي هو هذا فإنه أحنا صندوق النقد الدولي زاد في 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 فصل آخر يقول للحكومة التنسية أنت يلزمك تجيب الفلوس الأموال اللي أقرضتها وما استرجعتهاش من الناس اللي أقرضتها لأتخلي نحب الحكومة أنا نطالب الحكومة بش تسمع هذه التعليمة قبل ما تسمع تسريح الموظفين خلنا نجيبوا فلوسنا ساعة طوال نقصوا من ضغط وقتها على المالية العمومية بطريقة أفضل وعلى كل حال أنا نقول حاجة ثالثة يعني ثم واحد فينا نجم يتصور أنه نحن نجم نصرحوا آلاف اليوم في بلاد ونحفظ استقرارها لا هذا مش ممكن مستغيل غير مترو هات اللوجة الحلول الممكنة والمعقولة اللي تحقق الجدوى وتحقق أنه لدارة تصبح أكثر فعالية وأكثر دفع للإنتاج وخدمة لمصالح المواطنين ونخلقوا الاستقرار خاطر الاستقرار واحنا متفقين في ذلك أنه الاستقرار هو القاعدة الأساسية اللي نجم يقوم عليها الاستثمار ودفع الاقتصاد إلى الأماء سيزياد خلينا نتعديه من الجزء من السؤال واحدة اللي هو كيف اشتبعته تطورات في الكامور بعد تدخل الاتحاد معناتها الإجراءات والاختراحات اللي صارت والترحة على طولة اليوم أنا الكامور رح نتابعناه وكنا منتبهين ياسر لما يتم أما كنتوش حاضري البرشة على الميدان معتونا نجي تابعنا ومنتبهين لما يتم وفهمنا ويشتين فهمنا اللي أبناء تطوين هم جزء من شعب تونس شبهونا ونشبهولهم وهما كيم ولاد بن زرب كيم ولاد جندوبا كيم ولاد باجا كيم ولاد سليانا كيم ولاد سفاقس وجابس ومدنين ولاد تونس والكيف كلهم كيف كيف الكلهم عندهم مطالب هذه شبيبة تحب تخدم عندهم ما يقارب الستين سنة يشوفوا اللي ثم ثروات تخرج من بلاده وثم أجعب ويقول لكيميونات تلس في هذه الثروات العائدات على الجهة سفر فهم حد شيء تقريبا معناه ليمشي التطوين ما يلزمش معناه نجيبه خبير سيدية سمحنا أنه على الوقت هذا التشخيص ما دول يوم أنفل ديعد خمين نجيو هاي مو في ثلاثين ثانية بربي لأنه الوقت لا مخطر مهم هذي هاي تفضل وثم حاجة أخرى ثم أجندة أخرى حاب تتوظف هذه التحركات هذه يكون ما انتبهين له وإحنا نعتبر أنه لحد الفاصل ما بين أجندة التهريب والفساد والارهاب هذا كله حاضر موضع موضع ماذا هذي كان حاضر معناه ليحرق مركز ديوانة ويهرب كيميوناتو حاشته بالتشغيل لذوقهم ما حاشوش بتشغيل حاشته بمصالحه هو لكن يحب يستغل مطالب الناس وهشاشة الوضع الحالي الوضع كان في الكمور أن الناس رافضة لوجود الحزاب ورافضة لوجود المنظمات هما فهموا وانا نحييهم على فهمهم ماذا اللي يلزم ثمشكون يدخل باش نلقاوا اتفاقات وانا أحييهم وأحيي الاتحاد اللي عم توسي الشغل اللي استجاب وصار الاتفاق كين يمشيوا للاتفاق الاتفاقش فيه فيه أنه جزء من الشبيبة باشتخدم في شركات النفط وهذا رو يجب أن يؤخذ بحذر شديد على خطر شركة النفط زادة ما يجي مؤسسات خيرية وإذا كان معناها يتضغط عليها أكثر ولا تصير متغيرات في سعر النفط ولا في الانتاج إلى خريط نجم تقول كنا من نجمش ومستعدة حتى تغادر البلاد باش نفهموا حدود الاتفاق المسألة الثانية كيما العادة ما عناش حلول خارج الحلول الهشة متاع نعمل والبسنة والبيئة وإلى آخرية ولذلك بقدر ما نحن نحيي أن الناس وصلت الاتفاق بقدر ما نعتبر هذا الاتفاق ما زال ما يجيبش الحلول الحقيقية للتوازنة وضح شكرا لك زياد الأخضر بمجلسنا وبشعب والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومزلت قيادي في الجبهة الشعبية وقيادي في الجبهة الشعبية برك الله فيك شكرا لك على حضرك معنا شكرا لك شكرا لك على حسن المتابعة ملتقان غدوة حيثية السحيح من نص نهر غير بوحة المتابعة